نظن بالله إلا مباراة كورت قادم ما بين جارين أخوين شاكمت اللي سوفوا هنا ينديروا للجنة الأمنية باش نورغانيزوا المقابلة باش نتمر في ظروف جيدة والفائس الأكبر وهي الروح الرياضية هذا المسؤولين تلك الولاية شافوا باللي في المباراة هذا الملعب اللي راح أمولوغي ومعمر سحلي ما يكفيش عدد تلك الأنصار تلك الفريقة المحترمة وترجل مسالم ما طلبوا تذاكر حوالي 8000 ولا ولا هذا الملعب ما فيش ليه كونديسيون تع مباراة مصيرية كما هذي احنا دائما تحت قرار سيد ولي ولاية تشلف حفاظا عن نظام العام حفاظا عن أملاك هذه الولاية فروزيسيون باش نلعبوه في ملعب آخر وإحنا كفارق اللي نستضفوه في الملعب تانا ما نقدروش نلعبوه آير نخرج من الملعب التاعي نخرج لخارج الولاية ولا في ملعب آخر لأن تكون إشاعة لأنه تحبوه لا تكره حتى احنا عنا أنصار غيرين لحل يرضي الجامع وفي إطار كورت قدم والربح الأكبر هو الروح الرياضية وميركيغان نلبو أويكلو تفاديا لكل انزلاقات حفاظا على النظام العام وإن وافقة الرابطة وهذا من حقنا أنا حاجة اللي رايكي ما يقول لك رايكي اللي اندهجت منها على هالناس رايي ما يش حب ذا لو يكلوا ما فهمتش إلا عندك فريق يلعب على الورقة الصعود يخي أنا أنا كون يلعبوني أو يكلون كون لعب بورقة الصعود حاجة مليحة باش نيفيتي قاعد ضغطوا المشاكل مشي من الصنع التاعي واللي تقول مؤامرة رئيس الرابطة قال خاطح ولي ولي تشلف ولا 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 اللجنة الأمنية من حقها بحفاظا عن النظام العام اشتركوا في القناة